السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إحدى غايات مبعث النبي صلى الله عليه وسلم نشر فضائل الأخلاق بين الناس وإعزازها في حياتهم وتكريسها في وجدانهم بحيث تتحول إلى واقع يومي معيش في تعاملاتهم وأقوالهم وأحوالهم مع أنفسهم وذويهم والناس أجمعين فقد قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومكارم الأخلاق بلغت مداها في حال رسول الله عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله في السلم وفي الحرب مع أصحابه ومع أعدائه ومع الناس أجمعين لكن كيف صيغت أخلاقه صلى الله عليه وسلم وما الأثر الذي أحدثته في الدعوة الإسلامية وكيف تعامل مع أعدائه في حالتي السلم والحرب أهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى هذه الحلقة من برنامج مقاصد وقبل بلحديث أذكر بأن أي كلمات أو ندوة أو مقالة أو حلقة تلفزيونية قد يكون مصيرها العجزة عن الإحاطة بهذا الموضوع وحسبها في ذلك أن تنجو من التقصير في بيان الأخلاق النبوية في عمق تجلياتها العملية ويبقى العزاء في الاجتهاد بالعمل على قاعدة ما لا يدرك كثيره لا يترك قليله مشاهدين الكرام نرحب من خلالكم بضيف هذه الحلقة الدكتور نبيل الفولي أستاذ العقيدة والفلسفة أهلا ومرحبا بكم دكتور أهلا بكم وسهلا ومرحبا حينما يكون الحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما أول ما ينبغي أو ما أول ما يتبادر إلى ذهن السامع في هذا الخصوص ما الذي يفهمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولا وبعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب الجانب الأخلاقي أول ما يتمثل أمامنا هو كونه قدوة متكاملة في السير والحركة فوق هذا الكوكب ويمثل النموذج الإنساني الكامل في أقصى مداه من تجلي الأخلاق الرفيعة والمبادئ العالية وتمثلها في صورة إنسان وإنك لعلى خلق عظيم كان خلقه القرآن فهذا التمثل أن تتحول المثل وأن تتحول الأخلاق العالية إلى شخصية تمشي فوق هذا الكوكب وتقدم حجة للناس وذليلا عليهم حجة لله على خلقه هذا هو الذي يتجلى في الجانب الخلقي في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى القدوة طبعا هو هذا التكامل الفريد في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بين شتى الأخلاق الحميدة وبين يعني عدم اللجوء إلى أي خلق ذميم مهما كانت المنافع البادية في سلوك هذا الخلق فدائما يلازم الخلق الحميدة مهما تبدلت الأحوال مهما كان منتصرا مهما كان مهزوما مهما كان قويا مهما كان ضعيفا فعنده ثبات على هذا التكامل ليس على مجرد خلق واحد يبرز فيه وربما نجد بعض الشخصيات بارزة في خلق كخلق الكرم مثلا ولكن تبدو ضعيفة في غيره قد يكون الرجل فارسا له من الشجاعة نصيب كبير قد يكون كذا وكذا فعنده خلق يبرز فيه لكن الشخصية النبوية الكريمة التي شاء الله أن يختم بها النبوات والرسالات كل جوانب أخلاقه رفيعة وعالية ومتكاملة مع البعيد والقريب مع الصديق والعدو مع أهله وولده مع جاره وصديقه فهذا التجلي يشبه تجلي الشمس وبهورها وبروزها للخلق في ما تضيء وما تتهب بإذن الله تعالى الحياة من أسباب البقاء والاستمرار فهذا كأنه أنفاس الحياة خلق النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أنفاس الحياة التي يجب أن تراعيها البشرية حتى تبقى بشرية دون أن تراعى هذه الأخلاق النبوية دون أن يقبس كل إنسان من خلق هذا النبي الكريم شيئا فإنه ينزل وينحط عن إنسانيته إلى مقامات أخرى أدنى وأقل حقيقة تحدث عن أن ينبغي أن يكون قدوة للمسلمين وهو ربما بعض الكتاب الغربيين فهم منه أنه قدوة للإنسانية والبشرية كما قال جورج بيرنارد شوء الساخر الكاتب البريطاني الساخر قال إن هذه البشرية البائسة بحاجة إلى رجل مثل محمد حتى ينقذها من جهالتها ومن ضلالتها كما قال يعني لكن هنا أريد أن أسألك ما هي أبرز السيمات الأخلاقية الحميدة للنبي صلى الله عليه وسلم وهل ثم تتميز بين هذه الأخلاق بمعنى هل كان أظهر أخلاقه صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة أم خلق العفو أم خلق الحل وأنا أريد أشير إلى نقطة في تعقيمكم المهم وهو أن القرآن ليس ملكا للمسلمين وحدهم وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم ليست ملكا للمسلمين وحدهم كيف يكون ملكا لنا وحدنا وقد بعث للعالمين كيف يكون القرآن لنا وحدنا وهو كلمة الله عز وجل إلى العالمين فنحن لا نعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ملكا للمسلمين وحدهم ولذلك الناس يقسمون إلى الأمة المتبعة وأمة الدعوة الأمة التي آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم هي أمة والأمة التي تدعى لتؤمن برسالتها بقية البشرية فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أشار بعض الكتاب الغربيين إلى هذه المسألة أن شخصية محمد صلى الله عليه وسلم شخصية عامة يجب أن ينظر إليها الناس من هذا البدء أما ما أشرتم إليه من أبرز أخلاقه صلى الله عليه وسلم فالتكامل بين هذه المجموعة من الأخلاق يعني مثلا لو نظرنا إلى عفوي ورحمته في مقابل غضبه وشدته تجد هذا وهذا ولكنهم يبرزان عند الحاجة وبالقدر المطلوب وإن كان عفوه مقدما على غضبه وإن كان غضبه يوظف بموقعه لكن التوازن بين مجموعة الأخلاق النبوية تجد الحلم فيه تجد الرحمة فيه لكن لو قارننا بين جانبين بين الخلق لو قسمنا الأخلاق قسمين أخلاق تتعلق بالرحمة والرفق واللين والحلم وما شبه ذلك وأخلاق تتعلق بالحزن والشدة ومقابلة الخطأ فإننا سنجد جانب الرحمة غالبا عليه صلى الله عليه وسلم فقول الله عز وجل فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يبرز فيه وطبعا الله عز وجل في جلاله وليس كمثل شيء سبحانه غلبت غلبت رحمته غضبه غلبت رحمته أو سبقت رحمته سبقت رحمته غضبه عز وجل فعلى المستوى الإنساني أيضا المخلوق نجد ذلك في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة تغلب الشدة والغضب ولكنه لا يلغي الغضب والشدة وإنما يضعهما في موضعهما إن كان هناك باب للرحمة فتحه على مصرعيه أما إن كان هناك باب تستغل فيه الرحمة ضد الدين وضد الأخلاق وضد المبادئ فإنه لا يستعمل الرحمة في هذه الحالة وإنما يعاقب حتى تستقيم أمور المجتمع وحتى لا يتخذ من الرحمة فرصة للهجوم على الفضائل والأخلاق هذا منطق الأمور الذي يتفق وينسجم مع الفطرة مع الفطرة البشرية والفطرة الإنسانية طيب يعني هل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هذه المكارم والمحامد والشمائل والفضائل النبوية هل هي مودعة فيه من الله بحيث أنها ولدت معه يعني كما يقال بالتعبير العلمي الحديث هي قضية جينية عنده أم أنه اكتسبها من البيئة بدليل أن ذويه أرسلوه إلى حليمة السعدية إلى البادية كي يرضع وكي يتقشف ويتعلم يعني طباع أهل الصحراء كيف وجدت وصيغة هذه الأخلاق عنده صلى الله عليه وسلم دائما أخلاق الناس تجمع بين الأمرين بين الفطرة وبين الاكتساب كل الناس هكذا أولا الفطرة التي فطل الله الناس عليها واستعدادات الناس طبعا هذه الاستعدادات قد تموت في داخل الشخصية لكن إذا تعرضت لأسباب اجتماعية فإنها تغذي هذا الجانب فيها فتبرز فدائما أخلاق الناس ومنهم الأنبياء حتى الأنبياء وإن كان طبعا محل رعاية الله عز وجل وعنايته وحفظه لكن مع ذلك فإن تفاعلهم مع المجتمع الذي من حولهم يؤدي إلى تذكية وزيادة جوانب لا أعني بذلك أن الأنبياء يعني وجدوا الفضائل ماثلة في مجتمعهم فاكتسبوها ولكن فطرهم السليمة جعلتهم يقفون إزاء الرذائل التي كانت في مجتمعهم موقفا سلبيا وإزاء الفضائل موقفا إيجابيا فتغذت هذه الأخلاق الفطرية الموجودة فيهم أو الاستعدادات الفطرية الموجودة فيهم حتى نمت وترعرعت وسددها الوحي وأيدها وعصم أصحابها من أن يزلوا يمينا أو شمالا فأخلاق الإنسان هكذا مجموع الفطرة والاكتساب الذي يكتسب الإنسان من خلال المواقف الحياة ومجالاتها وبيئاتها التي يعيش فيها فرسولنا صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا أو لعله يشير إلى هذا حينما أشر إلى فصاحته وأنه ربي في بني سعد وكانوا أهل فصاحة وبلاغة أشر إلى فصاحة نفسه وروت ذلك بوجوده في بني سعد فهذا معناه أن الخلق وأن المهارة وأن سائر المكتسبات أو سائر ما يبرض على الإنسان من ملكات وخصائص ليست فقط ابنة الطبيعة والفطرة التي فطر الله الناس عليها ولكن أيضا الاكتساب له وظيفة لذلك نحن ينبغي أن نعرض أبناءنا وجيلنا الصغير لأكبر قدر من المؤثرات الحسنة التي تبرز الفطرة الإلهية القويمة عند الناس أكبر قدر من المؤثرات الحسنة سواء في صورة شخصية مستقيمة أو أي مؤثر حسن يؤثر في شخصيات أجيال نتصاعدة هذه لكن هنا هل أفهم من كلامك أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية فيما يتعلق بموضوع الأخلاق بأنه أوضعت فيه أخلاق عندما نتحدث عن كمالات أخلاقه صلى الله عليه وسلم هذا التوازن العجيب في شخصيته توازن الأخلاق العجيب بمعنى أنه لم يتغى خلق على خلق وكل خلق كان يوظف في حالته وفي ظرفه المناسب هل هنا تدخل رباني مباشر بمعنى أوضعت هذه الأخلاق في شخصيته هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي تختم به الرسالات لا بد أن تكون شخصية فريدة شخصية فريدة الله قال عن موسى ولتصنع على عيني لتصنع على عيني يعني صناعة الإنسان على عين الله عز وجل معناها أنه يعبر مفاوز الحياة وصعوباتها فينجيه الله من آثارها السالمة ينجيه الله من آثارها السالمة يعني لو ضربنا المثال بموسى عليه السلام ربي في قصر فرعون حيث الطاهوت والجبروت فهل انتقل موسى يكاد يكون أميرا من بيت فرعون يكاد يكون هكذا لأنه ربي في بيت فرعون كأنه أمير ومع ذلك لم تكتسب نفسه خصائص الاستكبار والطغيان وإنما ظل هذا الإنسان المتواضع الذي يرأف بالضعيف ويساعد المرأة الضعيفة يساعد الرجل الضعيف فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو من هذا الطراز طراز الإنسان الرفيع طراز النبوة يمر بحياة الجاهليين ويرى فيها بعض الأشياء الحسنة وكثير من الأشياء التي تعبر عن سفاهات البشر فحراسة الله عز وجل لهذا الإنسان تمنعه من أن تتشرب نفسه رذائلهم وإنما بنقاء الفطرة يقف من الرذائل موقفا عكسيا ويقف من الفضائل موقفا موافقا ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يشرب الخمر في الجاهلية لم يزد لأصنامهم لو نتذكر حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر عرسا فيه موسيقى وما شبه ذلك فإن الله عز وجل ضرب على سمعه ضرب النوم عليه فنام عليه الصلاة والسلام فهذه الحراسة هذه الحماية الإلهية فيسير وسط المجتمع ويتأثر به طبعا بلا شك لأنه ليس جمادا لأنه ليس آلة لا نظن أن النبي أو رسول عبارة عن آلة وضعت هكذا تسير بين الناس ولكنه إنسان يعني يتأثر ولكن الله عز وجل يحنيه من أن تكون المؤثرات التي يعني تصل إليه مؤثرات سالبة حقيقة دكتور نبيل أنا ركست على قضية يعني أن هذه الأخلاق موضعة فيه أو مكتسبة من المجتمع لسبب آخر متعلق بالسؤال التالي يعني حينما يصفه الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل يقول وإنك لعلى خلق عظيم يعني اللام هنا يقول بعض العلماء أنها تفيد الاستعلاء بأنه استعل على الخلق كلها صلى الله عليه وسلم ما أهمية الأخلاق هنا لماذا جعله الله سبحانه وتعالى على هذا القدر الرفيع والعالي وغير المسبوق والذي لا نظر له في الأخلاق ما دلات الأخلاق ما أهمية الأخلاق هنا الأخلاق هنا للتوكيد وعلى الاستعلاء فوق كل خلق للكمال الذي حصل في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الأخلاق هي الترجمة الحقيقية لالالتزام الاعتقادي ستظهر عندي مشكلة ونقول يعني بعض الكفار أخلاقهم حسنة نركز أولا على هذه النقطة نقطة أن الأخلاق هي الترجمة العملية للإسلام أخلاق الإسلام هي الترجمة العملية لإعتقادات الإسلام بمعنى أنه يعني الإنسان ما لم يترجم عقيدته في إيمانه بالله عز وجل ورسله وكتبه وسائر أركان الإيمان ما لم يترجمها إلى خلق سليم فإن إيمانه عليل إيمان مريض لا يمكن أن يكون إيمانه صحيحا وخلقه سيء أبدا إنما في إيمانه علل وفي إيمانه نقص وفي إيمانه ضعف هو الذي أدى به إلى أن تكون أخلاقه سيئة لا أمانة ولا صدق ولا كذا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقه وإن أبعدكم مني مجالس يوم القيامة أسوأكم أخلاقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام المهم أن الخلق الحسن هو الذي يترجم عن هذه المنظومة العقدية التي يلتزم بها الإنسان بل إن الإنسان لا يمكن أن يصلي صلاة صحيحة وخلقه سيء وأقواله فاحشة وسلوكه ليس قويما يقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له إشارة إلى هذا التداخل والتكامل ما بين كل الإسلام وبين ترجمة الأخلاقية له في الواقع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره انظر كيف يربط بين الإيمان وبين السلوك والخلق فلا يمكن أن يكون مسلماً صحيحاً الإسلام إنسان لا نرى أثر ذلك في حياته وفي واقعه فإبراز شخصية الدبي صلى الله عليه وسلم معناها في الجانب الخلق معناها أنه راسخ في الجانب العقدي راسخ في الجانب الشعائر راسخ في كل ما يسبق الأخلاق ما يهم المجتمع حولي في شخصيتي هو أن أعاملهم معاملة حسن لا تهمهم صلاتي لأن صلاتي لي أنا لا تهمهم اعتقاداتي لي أنا ولكن تهمه أخلاقي وسلوكي ماذا يهم جاري مني ماذا يهم حتى أهل بيتي مني ماذا يهم أولادي أو طلابي أو زملائي مني حسن العيش وحسن المعايشة حسن المعاشرة أما اعتقادي فلي أنا وأما صلاتي فلي أنا أقصد أنها تهمني أنا شخصيا فإذا يعني برز الإنسان بأخلاق حسنة فإن ذلك دليل طبعا ليس دليلا قاطعا دليل على حسن الخلق وهذا ما يهم النس مني لكن يأتي السؤال ماذا عن هؤلاء غير المؤمنين الذين يبدون على أخلاق حسنة في دراستهم لعلاقة الأخلاق بالدين يقولون أن الأخلاق بنت الدين يعني ولدت في حجر الدين مرتبطة به لكن بعض المنظومات الفلسفية رأت أن الناس لا يمكن أن يعيشوا بدون أخلاق ففصلوا الأخلاق عن الدين لكن فصلوها فصلا يعني فيه نوع من الاختيار بمعنى أنه لم يأخذ منظومة أخلاقية متكاملة من الدين وإنما أخذ بعض الأخلاق التي تضمن شيئين تضمن انضباط الحياة والحفاظ على النظام العام للمجتمع بمعنى أن مهما رأيت أخلاقا في أي بيئة فاعلم أنها وردت في حجر الدين أولا ثم وجد الناس أنهم لا يمكن أن يعيشوا بالأخلاق حتى وإن كانوا دنيويين علمانيين ملحدين فإنهم أيقانوا بأنه لا يمكن أن يعيش الإنسان بدون أخلاق فأخذوا من الأخلاق انتقوا يعني بشكل انتقاي أخذ بعض الأخلاق وساروا بها وسيروا بها حياتهم ومعيشتهم نعم يعني وصلنا إلى الحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في السلم وفي الحرب مع أعدائه مع أصحابه في كل الحالات لكن بعد الفاصل لو أذنت لي متابعوا حديثنا بعد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أهلا وسهلا بكم دكتور دكتور هل كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في الحرب وفي السلم مع العدو مع الصديق يعني في حالتي الحرب والسلم ومع العدو مع الصديق أم أنها كانت تتغير تبعا للحالة وتبعا للظرف الحقيقة أن الإسلام له نظرة إلى الأخلاق وهي أنها أخلاق مطلقة بمعنى أن هناك من يؤمن بنسبية الأخلاق يعني أتعامل بخلق قريب مثلا في أمانة وكذا وأتعامل بشكل آخر مع يعني غيري يعني هناك في بعض كتب في التلموت بالتحديد وفي بعض الكتب اليهودية المعروفة هناك نوع من الثنائية في التعامل الخلقي فهم لا يجيزون الربع مع اليهودي ولكن يجيزونه مع غير يهودي بل عندهم بعض الكلام حول إجازة الزنا بغير اليهودية وحرمتي مع اليهودية فهذه نسبية في الأخلاق نسبية بمعنى أن الأخلاق في الأخلاق وفي الأحكام حتى الصدق ليس مطلقا والأمانة ليست مطلقة ليست مع كل الناس لكن نجد أن الإسلام وتشريعاته تمنع هذا ليس هناك شيء اسمه الصدق مع المؤمن دون الكافر الأمانة مع المؤمن دون الكافر بل الأمانة دائما خلق سائد لكن طبعا لكل وضع أحكامه بمعنى أنني ليس من العقل مثلا أن أقول أنني صادق مع العدو وأخبره بأسراري العسكرية مثلا أقول مثلا إن شخصا ذكر شخصا آخر بشكل سيء فأذهب إلى الذي ذكر بشكل سيء وأقول له إن فلانا ذكرك بسوء وكذا هذا ليس صدقا ليس صدقا أن أنقل العدو أسراري ولا أن أوقع بين الناس هكذا وإنما بالعكس الإنسان إذا وجد فرصة للإصلاح عن طريق بعض الكلمات التي يضيفها فذلك هو المختار الشرعي عندنا المهم أن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت واحدة لكن المجال كان يغلب أحيانا بمعنى الجمع بين الرحمة والحزم أو الرحمة واللين والرفق مع الغضب والشدة في السلم والحرب ما عنا نجد هذا ولكن لأن حال السلم يغلب عليها الرحمة فقد غلبت الرحمة لكن مع ذلك كان يغضب إذا استوجب الأمر في حال الحرب كان الأصل هو القوة والشدة لأنها حرب ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل اللين والرفق متى وجد لذلك بابا يعني في حياة السلم مثلا تقول سيدة عيشة رضي الله عنها ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما وما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه قط ولكن إذا انتهكت حرمات الله غضبا لذلك أو كما قالت أو كما وصفت خلق النبي صلى الله عليه وسلم فعلى سبيل المثال يعني كان النبي أرأف الناس بالبنت وبالزوجة وبالصديق والصاحب كان صلى الله عليه وسلم يقول لو لا أن أشق على أمتي يعني معنى الحديث ما تركت سرية إلا وخرجت فيها وذيت لو أني أقتل ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل إلى آخر الحديث لكن فيه أنه يعني ود لو شرك في كل سرية وفي كل حرب لكنه يعني رأفة بأصحابه ورحمة بهم وأنه لا يجد ما يحملهم كذلك لكي يشاركوا في كل معركة الرحمة هنا غالبا حتى وهو يقود جيشه ويقود جنده مع حبه للجهاد في سبيل الله لكنه صلى الله عليه وسلم كان يخاف على الناس أن يريدهم المهالك كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج يسير بخطى أضعف الناس وكان يأتي في آخر الجيش حتى يطمئن على الضعفاء ومن يعني يكون حاملا لمؤان الجيش وما شابه ذلك ولكن إذا انتهت حرمة من حرمات الله ماذا يفعل؟ لا يقف لغضبه شيء ننظر إلى حديث سيدنا أسامة بن زيد حينما أراد أن يشفع في المرأة التي سرقت المخزومية المرأة المخزومية نعم جاء سيدنا أسامة يكلمه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة غضب غضبا شديدا وصعد المنبر وقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم وحاشاها أن تفعل طبعا ولكن يصل إلى هذا المستوى من الدفاع والحمية عن الحق وهذا في مواقف كثيرة أخرى نعم هو دكتور لو أذنت لي ربما أنا أدخل سؤالا لكي تتحدث بشيء من التفصيل عن بعض الشواهد لأهميتها الشواهد الأخلاقية في حياته صلى الله عليه وسلم سواء في السلم أو في الحرب لكن قبل ذلك أتيت على موضوع الغضب أريد أن أسألك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يغضب وعندما تتغير حاله مثلا هو مرة في حالات غضب فيها مثل وليس فقط غضب وإنما حزن وإنما تضايق وإنما كما في حادثة الإفك مثلا كما في حادثة المرأة المخزومية تتغير الحال البشر في حالة الغضب والغضب خلق في النهاية هل عندما كان يغضب للدين صلى الله عليه وسلم هل كان هذا الغضب يؤثر على أخلاقه الأخرى في تعامله مع الناس من حوله هو غضب صلى الله عليه وسلم لحماية حرمة الدين يحمي الدين بهذا الغضب هو لا يريد أن يتجاوز الناس حدود الشريعة إن لكل ملك حما ألا إن حما الله محارمه فكان يقف أمام الناس حتى لا يقعوا في هذه المحارم الرجل يقول صاحبه يابن السوداء فيقف في وجه يقول إنك مرؤ فيك جاهلية فيحامي عن الإسلام وينقي شخصية الناس من حوله من شوائب الجاهلية فكان ذلك يستضعي الغضب أحيانا ويستضعي الشدة أحيانا والحادث يأتي على بعض الأمثلة والنماذج كما ذكرتم ولكن بشكل عام لم يكن غضبه يخرجه إلى الحمية لنفسه وما كان يعني يثأر نفسي قط أبدا صلى الله عليه وسلم والحكاية في ذلك كثيرة والروايات والأحديث كثيرة في هذا الباب لكن نو صلى الله عليه وسلم لم يكن غضبه يخرجه إلى سفاهة ولا إلى انتقام لنفسه وإنما يغضب ليحمي حدود الله تبارك وتعالى عن أن تداسى أو أن تنتهك نعم مع الغضب هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم أطر الغضب بأنه يجب أن يكون في إطار الدين وللدين يعني لا ينبغي أن يكون للنفس ولعلى يعني علي بن أبي طالب في إحدى المعارك طبق شيئا من هذا عندما بسق عليه المشرك فيعني رفع سيفه عنه وامتنع عن قتله فقيد له لماذا لم تقتله قال لم أقتله خشة أن أقتله لنفسي وليس للإسلام وهذا خلق عظيم استقاه من النبي صلى الله عليه وسلم السؤال هو الغضب عندما أطره النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أنه ينبغي أن يكون الغضب في إطار الدين وللدين ومن الدين وليس للنفس حظا في ذلك هل هذا خاص بالنبي يعني فقط يعني هو يعني كان قدوة في هذا ويجب الناس أن تسعى وراءه قدر ما تستطيع أم أنه هذا يعني واجبا على المسلمين ينبغي على الجميع أن يحصل منه أقصى ما يستطيع وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كامل في شخصيته كامل في شخصيته ليس خاصا بي عليه الصلاة والسلام بل ينبغي أن يسعى الناس إلى أن يعني يقترب من نموذجه قدر للإستطاع لأن حظ النفس قد يورد الإنسان المهالك وقال آخر ما يسقط من أنفس الصالحين حظ النفس لأن الرجل قد يكون في مكان عالي ومنزلة رفيعة وله شأنه وقيمته ولكن إذا تجرى أحد على شخصه أو أهانه لا يصبر ليس من السهل وقد رأينا هذا في شخصية كبيرة في عالمنا الإسلامي كانت له منزلة ومكانة فلما لم يجد نفسه في زعامة أو في كذا هذا يعني لم يصبر على هذه المسألة وهل يقدح في أخلاقه هذا الأمر؟ والله يعني الناس على قدر يتفاوتون في عزائمهم ليست الجنة درجات ومقامات متفاوتة كذلك الناس في هذا الأمر يتفاوتون فلا شك أن الذي يصبر على هذه المسألة يختلف في مقامه عند الله عز وجل عن الذي لم يصبر وإن كنا نقول إن هذا لا يقدح قطحا كاملا في شخصيتها أولئي الناس فلهم سوابقهم ولهم خدمتهم للدعوة والدين ولكن الاختبارات ليست سهلة أن يكون الإنسان في مقام ثم يعني يصبح قعيد بيته بهذه الصورة كمن أسس دعوة وأسس جمعية خيرية أو كذا ثم في النهاية وهو المؤسس وجد نفسه في بيته لكن على العموم الناس عزائمهم وصبرهم على هذه المواقف متفاوتة هل لا يمكن أعطيتنا دكتور شواهد عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ممثلة واقعا عمليا في السلم وفي الحرب نعم يعني لو أردنا أن نتكلم مثلا عن جانب الرحمة في حياته حياة السلم يعني نجد أنه يعني الجاهلية التي كانت تبرأ من البنت وتقتلها وتأيدها وتفعل بها ما تفعل وتشعر بالعاري لولادتها كان رسولنا عليه الصلاة والسلام شديد الحنان على بناته شديد الرفق بهنه يعني كان يقرب فاطمة ويقول ريحانة أشمها وكان يرأف ويلطف بهذه المخلوقة الضعيفة وكان شديد الرفق بزوجاته وأهل بيته صلى الله عليه وسلم مع وجود بعض الاحتكاكات التي كانت تقع في داخل بيت النبوي بين النساء لكن صلى الله عليه وسلم كان يستوعب كل هذه المواقف برحمته ورفقه العظيم الجليل صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نقبل ذلك بموقف غضب في حياته في السلم نجد أنه يعني سيدنا أسامة بن زيد أيضا حادثة حدثت في حرب لكن هذا الموقف كان في السلم حينما أراد أن يقتل شخصا من جيش العدو فقال لا إله إلا الله فقتله سيدنا أسامة فوصل ذلك أو بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا قال أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله وظل يقول وهو مغضب حزين أقتلت أو كيف إذا جاء بلا إله إلا الله حتى قال سيدنا أسامة وذدت أني لم أكن أسلمت بعد ونزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا أما في الحرب فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما عفى وكثيرا ما صفحى بل مجه إليه اللوم الشديد بسبب أنه مال إلى جانب الرحمة في غزوة في العفو عن أسرى بدر ذلك لأنه لم يكن ذا شوكة وقوة فليس له أن يعفو في هذا الموقف فنزلت الآيات تلومه في هذه المسألة ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة فنزلت الآيات شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف دكتور هذه نقطة مهمة قبل أن تكمل هذه الشواهد المهمة يعني هنا ملمح ربما أجد من الضروري أن أسألك عنه عندما يعاتب الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في مفاداته أسرى بدر يعني كما لو أنه حتى هنا الأخلاق يريد الله سبحانه وتعالى أن يعرف الأخلاق ويحرر مفهوم العفو أن العفو عندما تكون ضعيفا ليس بعفو يعني أو لا ينبغي أن يكون هناك عفو هل هذا صحيح دكتور؟ يعني هو ربط هذه المسألة بأن هؤلاء الأسرى سيرجعون ويكونون أيضا يعني يكرون عليكم مرة أخرى ففي حال الضعف يلجأ إلى هذه الوسيلة طبعا الآيات بعد ذلك نزلت تخير النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة العفو أو حسب تقديره للموقف والمهم أن هناك حديث يعني يتكلم عن أنه يعني لو لا كتاب من الله سبق لمستكم في سورة الأنفال لو لا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي هو سيد أو وكر بسبب هذه الآية لو لا أن الله كتب أنه لا يعذب نبيه ولا يعذب عباده الصالحين لا يعذبه بسبب هذه المسألة يعني طبعا هذه مرحلة تشريع كانت تشريع ينمو في هذه المرحلة أو يتنزل بالتدريد فكانت الشدة في هذه المسألة تؤكد أمرين أولا أن هذا نبي مرسل من الله عز وجل مرسل من الله وإلا لا يمكن أن يلوم نفسه بهذه الطريقة الشديدة جدا هذا أمر شاهد للإسلام وصدقه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ له هذا القرآن وليس مخترعا له كذلك تؤكد أنه في مرحلة الضعف فإن ظفر الإنسان بعدوه وجد أن هذا العدو معاند وكذا فإنه يقدم الشدة على العفو في هذه الحالة أما ما عدى ذلك فإننا نلاحظ أن النبي كان يعفو عن قبائل كاملة قبائل كاملة يعفو عنها فقد عفى عن أهل مكة عند الفتح وعفى عن هوازن حينما أسر هوازن صلى الله عليه وسلم فكان يعفو عن قبائل كاملة ولكن كان قد اشتدت شوكته وقوية جانبه العسكري في هذه المرحلة فكانت المسألة مفتوحة في هذا المجال وما وجه إليه لون يعني في غزوة بدر عفى عن نفر قليل حوالي سبعين شخصا يعني عفى عنه أما في هوازن ومكة فعفى عن قبائل كاملة صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يوجه إليه اللون في هذه الحالة من العفو في الحرب أيضا يظهر جانب القوة أيضا لا بد أن يظهر هذا الجانب وذلك حينما تبلغ المسألة درجة استغلال الرحمة فمثلا جاء نفر من البادية يعني يسمون بالعرانيين والعكليين نسبة إلى عرنة وعكل وهما من بطون العرب المحيطة أو القريبة من المدينة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولكن جو المدينة فيه بعض الرطوبة فمرضوا وهم أهل بادية فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم إلى البادية خارج المدينة ويعني جعل دواءهم وطعامهم من الإبل الصدقة وأرسل إليهم عبدا يساعدهم يعني خادما يعني يساعدهم في التداوي والشرب هم ضعفاء فلما قووا ماذا فعلوا؟ قتلوا هذا الخادم الذي يخدمهم وسرقوا الإبل وهروا بها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في إثرهم بعض جنوده الأشداء فأتوا بهم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كانوا قد قتلوا الراعي رعي الإبل رعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني قطعوا أطرافه ومثلوا به فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل بهم كذلك حتى ماتوا في شمس الصحراء وكان يطلبون الماء ولم يسقيهم حتى ماتوا وكان هذا لم يكن هذا مثلة كما قال الفقهاء وإنما كان ذلك قصاصا كما فعلوا بالراعي فعل بهم وقيل إن هذا كان في مرحلة قبل ذلك ثم نهي ونهى عن المثلة عليه الصلاة والسلام فهذه كانت شدة وأيضا هناك أمثلة أخرى مثلا هناك شاعر من شعراء كريش اسمه أبو عزة الجمحي أسر في غزوة بدر وكانت عنده بنات ولم يكن له مال فراح يعني يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويستعطفه ويثني على رسول الله وأخلاقه بشعره ويقول عندي بنات يا محمد وكاد يسلم يعني الرجل فالنبي عفى عنه عليه الصلاة والسلام فلما رجع إلى مكة الرجل يعني يعتبر إعلاميا بمقياس زمنه كان شاعرا له صوته فذهب إليه صفوان بن أمية يحرض على رسول الله ومرة أخرى تكلم وحرض الناس على قتاله وكذا فقال أنا أعطيت محمدا عهدا وقد يعني عفعني الناس بفدية وأنا الوحيد الذي أطلقني بدون فدية فكيف أخونه فراح صفوان بن أمية يقول له إن قتلت فبناتك في عهدي أرعاهن وكذا وإن بقيت فلك مال كثير فنفسه ضعفت وراح يحرض على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسر من جديد في غزوة أحد أسر في غزوة أحد فلم يعف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه سعطفه من جديد وقال لا يذهب الناس يقول تقول خدعت محمدا مرتين أو كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام طيب دكتور النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه وضع أسسا للأخلاق في الحرب عندما أوصى جيش الصحابة في المعركة لا تقطع شجرة ولا تقتل مرأة ولا شيخا إلى آخره يعني هذه الأخلاق النبوية في الحرب من أين جاءت وإلى أي مدى هي أسست لمنظومة أخلاقية في الحروب عرفتها البشرية بعد ذلك أم أنها كان لها أصل قبل الإسلام هذه الأخلاق هو مرأة الأخلاق لا يخلو منها زمن ولكن أخذت كمالها في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرأة الأخلاق حتى يعني أم الأنبياء السابقين كانت لهم أخلاقهم الأنبياء كانوا ينقون أخلاق الناس يربونهم على الأخلاق الحسنة يعني وظيفة النبوة هي هي ولكن تأخذ كمالها في الرسالة أو أخذت كمالها في الرسالة الخاتمة لرسولنا عليه الصلاة والسلام فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب يعني نقول إنه كما أن القرآن نفسه وضع الصورة الكاملة الأخلاق والشريعة قياسا إلى رسالات الأنبياء السابقين فإن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني وضعت أخلاق الحرب إن جزءا نقول في صورتها الكاملة وإن كنا نقول ليس كل الأنبياء شاركوا في حرب يعني سيدنا عيسى عليه السلام لم يرد أنه شارك في حرب أو كتاب ورد مثلا عن يوشع بن نون عفوا ورد عنه أنه قاد حربا بعد موسى عليه السلام وهو فتى موسى عليه السلام ورد عن داود عليه السلام طبعا في القرآن أنه شارك في حرب ورد أيضا عن بعض الأنبياء أنه في قصة داود هذه قصة طالوت وجالوت أيضا يعني إذ قالوا النبي له وقعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله هذا الملأ من قوم من بني إسرائيل بعد سيدنا موسى قالوا النبي له وقعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله كما في سورة البقرة فالأخلاق للنبي صلى الله عليه وسلم في الحرب أخذت صورتها الكاملة وهي مبنية على أساس وهو أن الذي يعني المسلم في عدوه هو من؟ هو الجندي المقاتل الجندي المقاتل والصوت الداعي إلى القتال كذلك يعني المشاركون في صناعة الحرب هؤلاء هم الذين يعنوننا من الأعداء المشاركون في صناعة الحرب حتى لو كانت نلاحظ أن الجندي مثلاً طبعاً مقصود لابد في غزوة بدر مثلاً الجندي هو المقصود الأول الجندي عدو يعني هو المقصود الأول ولكن إن كانت هناك أصوات محرضة حتى لو كانت لامرأة أو لرجل عجوز كبير في السن ولكنه محرض ومشجع ومؤيد بالسلاح وبكذا هنا صار دخل طرفاً في القتال يدخل كأنه مقاتل هناك امرأة اسمها عصماء كانت تهجو رسول الله ونساءه والمسلمين وتقول لأهل المدينة أنتم لستم رجالاً لماذا تسمحون برجل غريب عنكم أن يكون رئيساً عليكم طبعاً النبي صلى الله عليه وسلم ليس من المدينة وإن كان أخواله منها لكن صار رئيساً عليهم وهذا عجيب كيف يقبل الأوسوى الخزرج برجل غريب عنهم فكانت تحرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة فجاء رجل كفيف ابن عمها ابن عمها عصماء هذه قال له يا رسول الله أنا أكفيك هذه المرأة فذهب هذا الرجل وابنة عمه فذهب وبات عندهم وكفيف ثم عارف مكان نومها فتحسس ووجد في حضنها طفلاً صغيراً فأبعده ثم قتلها يعني هذا وأد للفتنة في مهدها وقضاء على هذا صوت يدعو إلى الفتن كذلك هناك رجل يهود اسمه أبو عفك اليهودي كان هذا أيضاً يعطي الكفار من سلاحه وماله ويحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمع الجمع عليه دون أن يقاتل هو فصار ذلك أيضاً هدفاً لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتلوا كان الناس يأتون إلى رسول الله يقولون هل نكفيك فلاناً يقولك فينا فلاناً حتى يعني لأن الشخصية الشريرة تتسبب في الشر لمن حولها هناك رجل اسمه سفيان الهذلي كان يجمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم سرية من رجل واحد هو عبد الله بن أنيس ماذا فعل عبد الله بن أنيس عرف أن رأس الشر هذا الزعيم سفيان الهذلي هذا ماذا فعل قتله فالحرب توقفت لأن الزعيم قتل فهذا ارتكاب مفسدة ربما لدفع مفسدة أكبر هل هذا يدخل فيه هذا؟ صحيح منع الشر عن قومه كلهم حينما يعني خلصهم من تفيهين هذا طيب نقطة مهمة دكتور قبل أن أذهب إلى الفاصل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلقائية كانت طبعية وليست كانت متكلفة ليس كذلك في حالة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هل ينبغي المسلمين أن يعني كيف يمكن أن يكونوا متبعين في حسن الخلق بعفوية وتلقائية لا بتكلفين هو شخصية النبي صلى الله عليه وسلم كالماء الرائق الجار في مجرى نهر طبيعي ليس في عوائق يعني شخصية كاملة لكن الناس يعني أتبعون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتفاوتون درجات في هذه المسألة منهم القريب إلى الطبيعية ومنهم البعيد قليلا أو كثيرا لكن الخلق يبدأ بالتخلق أولا بمعنى أنا يعني لا أجدني متمسكا بفضلة من الفضائل علي أن يعني أفتعلها في نفسي حتى تصير خلقا يعني إنما الحلم بالتحلم الحلم بالتحلم يعني بمعنى أن الإنسان لو تكلف التحلم حتى يصبح حليما نعم يعني يتكلفه حتى يصبح حليما فعلا هذا إذا لم يكن فيه أما إذا كان الحلم قد تربى عليه ونشأ فيه فهذا لا يحتاج إلى تكلفه فالإنسان يعني كأن الخلق يحتاج إلى أن يرصخ في الشخصية بشكل كامل حتى يصبح عادة هم يقولون عن الخلق إنه ليس أن تفعل الفعل مرة ولا مرتين وإنما أن تداون عليه يعني مثلا إذا أكرمت شخصا مرة هذا ليس دليل على أنني كريم وإذا كنت حريما في موقف هذا ليس أنني حريم وإنما أن يتكرر مني هذا الخلق أن يصبح عادة من عاداتي وسلوكا من سلوكاتي في تلقائي أيضا لأنه لو لم يكن تلقائيا وكان متكلفا باستمرار لا يكون خلقا لي لأنني ربما أبدي خلقا ما لأجل منفعه أو لأجل تزيين صورتي أو ما شابه ذلك من الأغراض والمقاص نعم يبقى بقي أن نتحدث عن علاقة الأخلاق بالدعوة لكن بعد الفاصل لو أذنت لنا هذا فاصل الأخير ثم نعود لاستكمال ما تبقى من الحلقة اشتركوا في القناة أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم حديثنا معك مستمر دكتور نبيل تحدثت في مستهل هذه الحلقة عن أنه ثمت مدارس فلسفية وهي في الغرب طبعا فصلت بين الدين والأخلاق باعتبر أن الأخلاق هي حاجة أساسية للناس لا يمكن العيش بدونها هنا السؤال يعني هل ثمت ارتباط عضوي بين الأخلاق وبين الدعوة الإسلامية بمعنى أنه لا يمكن الفكاك أو الفصل بينهما لا شك أن لا بد أن يكون هناك تعانق تام بين الأخلاق القويمة والمبادئ الأساسية أيضا وبين الدعوة إلى الله عز وجل لماذا؟ يعني لو رجعنا إلى سيروة النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أن كثيرا من الصحابة أسلموا إنجاز التعبير عن طريق مواقف أخلاقية مواقف أخلاقية مثلا اشتهار النبي صلى الله عليه وسلم بصدق الأمانة هو الذي دفع أبا بكر إلى أن يسلم مباشرة بدون حتى مناقشة يعرف صدقه وأمانته واستقامته فأسلم لهذا السبب النبي صلى الله عليه وسلم كان مذكورا في قومه كما هو معلوم بالصادق الأمين فكان لا يكذب إلا معاندة فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون النبي صلى الله عليه وسلم كم عفى عن الناس يعني انظر إلى عفوي صلى الله عليه وسلم عن قريش كيف أدى إلى إسلام كثيرين كيف كان صفحه ورحمته بالناس سببا في تمسك الناس بالإسلام يعني حينما أسلمت قريش بعد الفتح كان إيمانه مهتزا لأنها شعرت بأنها غلبت واضطرت إلى هذا الموقف فظلوا يتربصون إلى أن ثبت لهم أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاتلهم لأذج الدنيا يعني عند غزة حنين في أولها غلب المسلمون ويوم حنين إذ أعدبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا غلبوا في أولها فبدأ بعض من كانوا حديث إسلام من قريش يقولون انكشف سحر ابن أبي كبشة كانوا حديث إسلام الذين أسلموا بعد الفتح لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في قلب المعركة لم يفر صلى الله عليه وسلم من المعركة وقف يقول أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب ما فر ولا هرب وكان يعني أبو سفيان بن الحارث يمسكه بدابته صلى الله عليه وسلم وهو ينادي بهذا الكلام والعباس يجمع الناس له وكان صاحب صوت قوي فيجمع الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فر عليه صلى الله عليه وسلم فر كثير من المسلمين حتى من شجعان المسلمين من فر وكان علي ابن أبي طالب وهو رمز الشجاع يقول كان إذا حمي الوطيس كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كانوا يتترسون به ويقفون خلفه صلى الله عليه وسلم وما فر من معركة قط لا من أحد ولا من حنين ولا من غيرها فكان هذا الموقف لافت لأنظار هؤلاء المتشككين والشجاعة ضمن الأخلاق تدخل في باب الأخلاق طبعا لا شك طبعا أخلاق متكاملة كل الفضائل فيه صلى الله عليه وسلم فهذا الموقف اللفت لفت نظر هؤلاء المتشككين المؤمنين حديثا يعني المسلمين حديثا ثم بعد الغزوة ما للذين تحملوا الضريبة العالية في الغزوة الأنصار كان نبي يقول يا للأنصار فيأتي الأنصار جملة ولكن لما وزع الغنائم بعدها أعطى من لم يعطي الأنصار وإنما أعطى هؤلاء يعني ليقول لهم بفعله وبتصرفه أنا كل الذي فعلته هذا نافستكم وحاربتكم ليس لأجي هذا المال وإنما حاربتكم لأدلكم على الله عز وجل إنما أردت إرشادكم إنما أردت أن أخذ بأيديكم وحلاقينكم إلى الجنة ما أردت إلا هذا ما أردت الدنيا ولو أردت الدنيا فقد عرضت علي أن أكون نبيا ملكا فاخترت أن أكون نبيا عبدا فوزع كان يعطي الرجل الغنم بين جبلين كان كما قيل في وصف صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر الناس إذا أرادوا أن يخرجوا من مالهم يقولوا ندخل هذا لعل الأيام القادمة تكون صعبة لكن عليه الصلاة والسلام كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر هذا كله يعني سبى قلوب هؤلاء المسلمين حديثا فثبتوا على إسلامهم رجل مثل أبي صفيان فدى الإسلام بعينيه الاثنتين حتى عميا ومات أعمى أبو صفيان الذي كان من المتشككين وثبت على دينه وإسلامه وكان في بعض معارك الشام يعطي النساء العصي والهراوات كما يقولون يقول للنساء قفنا خلف المسلمين أي واحد يريد يهرب اضربناه بهذه العصي بهذه الدرجة يحامي عن الإسلام بعد أن عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا قصيرا وقليلا جدا فهذا التسامي في الخلق العظيم هو الذي صنع الأنصار وصنع المهاجرين هو الذي صنع الصحابة في الأجيال المتأخرة حتى كانوا أثبت الناس حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب الذين ثبتهم أوثقوا الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه عليه صلى الله عليه وسلم والذين ثبتوا وحفظ الله بهم الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم دكتور بقي عندي دقيقتان وهو سؤال تقليدي أسأله ضيفي يعني مما لم يرد فيه الحديث في أثناء هذه الحلقة وفي طياتها ماذا يمكن أن تقول عن هذا الموضوع مما لم نتحدث عنه بدقيقتين النبي صلى الله عليه وسلم عاش ظروفا مختلفة ومتنوعة فكان يهزم في بعض المعارك وينتصر في بعض المعارك كان ينتصره ضعيف وينتصره قوي ويهزمه ضعيف ويهزمه قوي كان في بعض المعارك يبدأ منهزما ثم ينتصر وقد يبدأ منتصرا ثم ينهزم يعني في غزوة أحد بدأ منتصرا ثم انتهى بالهزيمة وفي غزوة حنين بدأ بالهزيمة ثم انتهى بالنصر ومع ذلك ما تبدل صلى الله عليه وسلم يعني حينما دخل مكة بعد أن يعني رجع منتصرا هو الذي خرج يعني متخفيا مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه إذا به الآن يرجع المفروض أنه عزيز ويرفع رأسه هكذا ويفتخر لكنه صلى الله عليه وسلم رجع يعني وخافض الرأسه وخشوع لله عز وجل وشكرا له صلى الله عليه وسلم دخل مثني يعني خاشع لله عز وجل شاكرا له ومستكبر على الناس هنا ملمح مهم دكتور لا أدري ماذا صحة الاستنتاج يعني ربما يكون ثبات أخلاقه صلى الله عليه وسلم في كل الحالات في حالة الضعف في حالة الهزيمة في حالة الفوز والانتصار في حالة المرض في حالة الحزن كان ثابتا في أخلاقه لم يتغير حتى عندما دخل مكة هذا الثبات الأخلاقي ربما يرقى إلى درجة يعني المعجزة الربانية دليل من دلائل مدهوته هو شخصية مدهلة صلى الله عليه وسلم شخصية يعني تملأ النفس يعني أعجابا والذين قرأوا سيرته الصحيحة من غير المسلمين وعجبوا به أعجابا كاملا كبيرا يعني أشكرك شكرا جزيلا مشاهدين كرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي نرجو أن نكون قدمنا شيئا من قبس النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه أشكر ضيفي المكرم الدكتور نبيل الفولي أستاذ العقيدة والفلسفة كل الشكر لكم في حراسة الله تعالى شكرا جزيلا